اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك أسعد الله أوقاتكم مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة طيور تيفي وحلقتنا لهذا اليوم سوف نتحدث فيها عن تربية دجاج الحبش أو الدجاج الحبشي هذا الدجاج يمتز بلحمه اللذيذ الغني بالأحماض الدهنية الضرورية مع انخفاض محتوى من الصعورات الحرارية وبيضه الشهي الغني بالعناصر الغدائية المختلفة يمتز بسهولة تربيته وتدني متطلبته بالمقارنة مع الأنواع الأخرى المألوفة جسمه أزرق فاتح بخطوط أبيض وأسود ونقط بيضاء صغيرة على الرش الخلفي لديهم خودة خشنة فوق رؤسهم العارية ومنطقة الرأس مضئة بلون أزرق وأحمر وأصفر العيون حمراء والمنقار قصر وأسود الذكر والأنت أحادي اللون وسلوك كل الجنسين متشابه جدا ومن الصعب التمييز بين الذكور عن الإنات متوسط عمر الدجاج الحبشي ما بين 12 إلى 15 سنة الطول بالنسبة للبالغون هو 50.8 سنتيمتر والوزن هو من 2.5 إلى 3.5 كيلوغرام الدجاج الحبشي انتشر بشكل كبير ويمتاز بنظم التربية المكتف في الوقت الحاضر وأصبح ينتج تجاريا في العديد من دول العالم في مختلف القارات إلا أن تربيته لا تزال غير مألوفة كمصدر للحم والبيض في منطقة المغرب العربي أو الشرق الأوسط هو مقاوم كثيرا للأمراض وقليلا ما يحمل الأمراض المعدية للطيور الأخرى يربى تقليديا بأعداد قليلة في المراعي والحقول ويقدم كبديل لطيور الصيد في المطاعم في بعض الأحيان يتميز بالحضر واليقضى وقوة الصوت وهذا ما يجعل بعض المربيين يستخدمونه في حراسة الأنواع الأخرى من الطيور من أعدائها بخصوص التفريق والحضانة عند الدجاج الحبشي يجمع البيض من 3 إلى 5 مرات يوميا ويتم السبعاد البيض المتصخ والمشروخ كما هو الحال في الدجاج ويلاحظ أن بيض دجاج غينية يميل إلى الشكل القروي من الطرف العريض ومذبب من الطرف الضيق يحفظ البيض في برادات على درجة حرارة 12 درجة مئوية حتى لا يحدث تلف للأجنة وحضانة كاتاكيت دجاج الوادي هي مشابهة لحضانة الصيصان عند الرومي وتمتد من الفقص حتى عمر 6 أسابيع حيث تتم التغطية الكاملة للجسم بالريش فترة تفقيص البيض من 23 إلى 28 يوما وتضع الأنت من 13 إلى 18 بيضة ولونه بني باهت أو أصفر فاتح في عشر من كتلة عشب قد يحتوي عش واحد على البيض من دجاجتين التي قد تشارك في عملية التفريخ قشار بيض هذا الجنس سميك جدا وصعبة الانكسار تفقص الكاتاكيت بالاندلاع بدلا من كشط البيضة والكاتاكيت يمكن أن تطير خلال أيام قليلة يصبحون أعضاء نشطة مع القطيع في الأسابيع القليلة يصبح الكتكوت لديه ريش مثل البالغ خلال سنة قد ينتج الدجاج الأسير حتى 40 بيضة في موسم واحد يقضي الدجاج الحبشي معظم يومه يمشي متجولا بحثا عن الطعام يستخدم من قاره القوي ومخالبه للهرش والتنقيب عن البذور والجذور واليرقات ويمسك القارضات الزواحف الصغيرة والحشرة والعناكب يتغدى على بعض النباتات والفوكه والتوت ولا يحتاج الدجاج الحبشي لشرب الماء لأنهم يمكن أن يحصلوا على الرطوبة الكافية من الطعام الذي يأكله أما بخصوص نظام إيواء القطيع فيمكن أن يتم إيواء الطيور وفق أحد الأنظمة إما النظام التقليدي أو نظام التربية المكتف أو نظام التربية في البطاريات يتم تسمين كتاكي الدجاج الوادي تحت نظام التربية المكتفة والتغذية المركزة إسوة بما هو متبع في إنتاج بداري اللحم في الدجاج الرومي وتستغرق فترة التسمين 8 أسابيع يمكن أن يصاب الوادي بمجموعة من الأمراض الفيروسية والجرثومية والفطارية بالإضافة إلى أمراض سوء الرعاية والتغذية التي تصاب بها الدواجين الأخرى ترقبونا في حلقة قادمة سوف نقدم لكم مجموعة من المعطيات التي تخص تربية الدجاج الحبشي مرة أخرى نعتذر لكم عن الصوت النتيج عن المرض الذي أصبنا به مؤخرا شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة